قبل ما يبدأ المقطع اتمنى انك تحط زرا لك وتشترك في القناة اذا ما كنت مشترك عشان يوصلك كل جديد واتمنى انك تنشر الرابط لاصحابك اللي لعبوا اللعبة رديد رديمشين تو عشان يستفيدون وانا استفيد شكرا لك اهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف عالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديمشين تو زي اللهب طبعا في هذا المقطع رح اعلمكم كيف تسرقون قطار بشكل كامل واتطلعون منه ارباح بشكل كبير جدا 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 صراحة سرقة القطار جدا ممتعة وفيها فعاليات جدا كثيرة طبعا اللي حاول مسبقا انه يسرق قطار لحيلاحظ انه رح يكون تعب مرة كثير فيه لعدة اسباب اول شي اذا سرقت القطار رح يجونك اللي هو الشرطة او اللومين وراح يداهمونك وما رح يخلونك ترتاح في السرقة هذا الشيء الاول الشيء الثاني انه معظم الركاب رح يهربون من القطار وما رح يقعدون فيه ففي هذا المقطع رح اخليك تسرق قطار بدون ما يقروشوك الشرطة وبدون ما يطلعون الركاب اول شي رح تتوجه لي اللي هو البوست اوفيس او المكان اللي تقدر تشتري منه اه تذاكر قطار عشان تتنقل من مكان لاخر لما توصل للمكان رح تتوجه للشخص اللي جوه وراح تاخذ منه تذاكر رح تضغط الهو ال 2 بعدها رح تضغط الهو مربع عشان تشتري منه تذاكر رح تاخذ تذاكر اول مدينة اللي هو الركز ستيشن زي ما تشوفون في الجيم بلاي رح يوصلك لهذه المنطقة بعدها رح نكمل طبعا لما نوصل لمنطقة الهو الركز ستيشن رح تبدو الخطوات الفعلية لسرقة القطار طبعا اول شي رح تتأكد انه كل الاسلحة اللي رح تستخدمها في سرقة القطار موجودة معاك وشايلها في جيبك هذا اول شي الشي الثاني انك اذا كنت شخص تخاف على الحصان حقك وما تبغى يموت صفر له انه يبقى في هذه المنطقة واذا كنت تبغى يساعدك صفر له انه يلاحقك وقد تعلمناها في المقطع حق 10 حركات الان كل اللي عليك انك تتوجه لمقدمة القطار لكن قبل البس اللي هو القناع حقك او اللي هو البندانة بعدها رح تسرق القطار لما تفغى تمثلث رح يسوق القطار كل اللي عليك انك تتمي ضاغط على اكس فراح يمشي القطار انت مشي القطار الين ما توصل منتصف هذا الجسر ضروري جدا انك توقف هذا القطار في منتصف هذا الجسر كيف اوقفه رح تتمي ضاغط على ارون وراح يوقف القطار بشكل كامل بما اننا مع اللقيل في الجسر فاللومين او الشرطة رح يقعدون تحت وما يقدرون يطلعون فوق الجسر هذا اول شيء ثاني شيء انه الركاب ما رح يقدرون يطلعون فافشخ يا خوية واسرق زي ما تبغى لكن قبل ما تبدأ في السرقة بقول لك شيء انه ترى في خمسة حراس للقطار اقتلهم بعدها رح تبدأ في السرقة طريقة ثانية انك تسرق اللي هو القطار تخلي القطار او سائق القطار يمشي بنفسه الين ما يوصل منتصف الجسر اللي قلتلكم عليه بعدها رح تسرق القطار حلوين هذه طريقة الاولى الطريقة الثانية اللي قلتلكم عليها قبل شوية انك انت تسوق القطار بنفسك وتوقفه في منتصف الجسر كلها طريقتين ان تختار اللي تعجبك طبعا الان رح تكمل بقية الخطوات رح تقتل هو خمسة الحراس حق القطار وبعدها يوار good to go انك تسرق هذا المكان طبعا في شي لاحظته انا يعني مهما البست اقنعة او البست ماسك او بندانة رح يعرفون انك ارثر مورغن يعني مهما حاولت تخفى تغير ملابسك تحلق دقنك تلبس قناع جديد رح يعرفون انك ارثر مورغن ورح يحطون عليك باونتي فسرقة القطار او طريقة سرقة القطار هذه لا يسوون هاي للاشخاص اللي بايعينها بريال يعني كل المدن في عليهم باونتي او حاجة فيجربوا هذه الطريقة اللي هو سرقة القطار لانها صراحة متعة طبعا القطار رح يكون عبارة عن ثلاثة مقطورات كل مقطورة رح يكون فيها مجموعة من الاشخاص اللي تقدر تهددهم ورح تاخذ كل ما يملكون ومبلغ مالي وايضا في القطار رح يكون فيه ثلاثة خزنات هذه الخزنة رح يكون فيها مبالغ مالية كثيرة ورح يكون فيها اشياء قيمة ايضا وايضا فيه مجموعة من الشستات اللي تقدر تفتحها ورح تعطيك اشياء معينة زي ما تشوفون انا في الجيم بلاي اقشر على الاشخاص الموجودين او الركاب واضغط مثلث فرح يعطونك كل شيء موجود عندهم رح يعطونك اقل واحد رح يعطيك اللي هو تقريبا ثمانية دولار وهذا غير اللي هو المجوهرات اللي يعطونك اياها فرح يعطونك اللي هو فلوس ورح يعطونك اللي هو مجوهرات زي ما تشوفون هذه المقطورة الاولى هذه الثانية رح تكون فيه ثالثة كلهم رح تاخذ منهم مبالغ مالية لكن زي ما قلت لكم انه بمجرد ما تقتل اللي هو حراس القطار رح تخسر اللي هو الشرف مجرد ما انت تسرقهم رح يقل الشرف معاك فيابو يا انت يعني دام انك يعني نخربها مع اعظم المدن ياابو يا افشخ والله متعة صراحت بالنسبة لي كيف افك الخزنة الخزنة رح تنفك بالديناميت طبعا انت غالبا اول ما تبدأ اللعبة رح يكون معاك تقريبا اربع ديناميتات او حاجة زي كذا لكن اذا قد استخدمتها من قبل تقدر تشتري ديناميت من الفنس او الفنسر او الشخص اللي اشتري منك اللي هو المجوهرات سعر الديناميت الواحد دولار وشان تاخذ الفن رح يكلفك ثمانية دولار لما ترمي الديناميت على الخزنة بعض الاحيان تحصل هو باب الخزنة هذه ما انكسر لكن هو عبارة يعني زي القليتش البسيط كذا لما تقرب منه رح تقدر تاخذ الاشياء الموجودة في الخزنة يعني لما ترمي الديناميت بعض الاحيان ما رح يطيح البوابة حقها هذه فتوجه لها اضغط مربع رح تلاحظ انه الاشياء تقدر تشيلها واحيانا اللي هو يطيح فعلا الباب يطيح وتقدر تاخذ الاشياء اللي فيها واحيانا الخزنة ما تنفجر من ديناميت واحد فتحتاج اكثر من ديناميت عشان تطيح الخزنة او باب الخزنة يعني انت قنصها مزبوط تحت الخزنة وغالبا من ديناميت واحد الراح تطيح طبعا بما انك في القطار حاول بقدر الامكان انك تحللوا صح يعني الركاب حللهم صح وفي شخهم مزبوط الشيء الثاني انك تفك الثلاثة خزنات والشيء الثالث انك تفك الشستات او الاشياء اللي تكون محطوطة على القطار وايضا عشان تهدد الناس لازم تأشر عليه بالسلاح وتضغط مثلث عشان يعطيك المبلغة المعين بالنسبة للهروب من القطار طبعا لما تلوت القطار مزبوط من نسبة 100% الفقعة او الهروب راح يكون راح تطلع من القطار طبعا وراح تمشيها جري على سكة الحديد الين ما توصل اليابسة الموجودة في الجزء الثاني من الجسر انا في الجيم بلاي هنا استخدمت حصاني فصفرت له وجاني في الطرف الاخر من الجسر اذا كنت شخص خايف على حصانك او ما استدعيته معاك ضيع الشرطة جري بعدها افشخ لك اي حصان وتوجه لحصانك وكذا يكون مبروك عليك سركة القطار بنجاح وراح تقريبا تقريبا راح تطلع ارباح ثلاثمية وخمسين دولار من غير المجوهرات اللي يعطونك اياها بالنسبة السلبيات في سرقة القطار تقريبا له سلبيتين فقط انك راح تخسر اونر وراح تخسره بشكل كبير المهم انك راح تخسر شرف كثير والشي الثاني انك راح تحطون على راسك باونتي لكن بالنسبة الاشخاص اللي ما فرقت معاهم عادي يكون على رؤوسهم باونتي افشخوا بهذه الطريقة لانكم راح تربحون جدا كثير بما انكم ما راح تدفعون الباونتي يعني بالنسبة الاشخاص اللي يبي يسرقون لكن يعني ما يبون الباونتي طيب اسمع انت راح تطلع من القطار تقريبا بثلاثمية وخمسين دولار نفرضا نقول ان الباونتى راح يكون على راسك بمية دولار حالو راح تدفع Pfetta key راح يصفىههلك تقريبا ميتين وخمسين دولار هذه الصافي ارباح طلعتها من القطار من غير المجوهرات غالبا 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 المجوهرات تحطيك اللي هو سبعين ثمانين دولار يعني راح يصفىهلك تقريبا ثلاثمية وعشرين ثلاثمية واربعين دولار صافي ارباح من غير بعد ما تدفعها Hallo bounty يعني راح تكون كسبان كسبان حتى لو انك راح تدفع الباونتي لكن الشي الوحيد ممكن السلبية اللي راح تقعد لنا يعني انك راح تخسر اونه طيب يبكي ده وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام يا احلى الناس